الدول بتمرض زي ما الأجساد بتمرض وعندنا مرضياً يعتبروا من أخطر الأمراض اللي بتصيب الدول خاصة الدول الملكية أول مرض أن يأتي على رأس الحكم طفل قاصر بسبب عدم موجود وريث كبير في السن فبالتالي بيكون هو يعني الرمز اللي موجود كده أو الاسم اللي موجود واللي بيدير الدولة من وراه الأوصياء على العرش ومن الأوصياء دول بنبدأ بها نشوف سلاسل من المؤامرات والتحالفات اللي بتودي البلد إلى الهاوية بكل تأكيد والمرض الثاني إن يبدأ يحصل جوه البلاط الحاكم تنازع على العرش أكتر من شخصية جوه الأسرة المريكية الواحدة بيبدأوا إن هما يطلبوا بالحكم في كتير بقى من الحالات بنلاقي إن المرضين دول أو الظاهرتين دول مرتبطين ببعض وجودهم في التاريخ كده لقينا إنه هو يعني لو حاجة حصلت التانية لازم تحصل تواجدهم بشكل متصل وراه بعض شيء حتمي مفيش منه أي مفر للأسف وده مع كل أسف اللي كان بيحصل لما بطليموس الخامس اللي هو طفل صغير في السن بدأ يكون هو اللي بيحكم مصر والأوصياء من حواليه اللي كانوا فسد طبعا كانوا هما اللي بيديروا مصر من الخفاء ولما مات بطليموس الخامس بدأ يظهر عندنا المرض الثاني وهو مرض أو ظاهرة التنازع على العرش ترجمة نانسي قنقر بسبب موت الملوك فجأة جوة دولة البطلمية من غير ما يكون ليهم وريث كبير في السن يقدر إنه هو يتحمل مسئولية البلاد خاصة وإن البلاد دلوقتي بتمر بمراحل عصيبة جدا بدأ يكون عندنا عدد لا بأس به من الأطفال هم اللي بيتولوا الحكم والأطفال دول زي ما احنا معارفين بيكون في أوصياء عليهم كمان شفنا في النص الثاني من فترة حكم البطلمة عدد كبير جدا من المؤامرات والانقسامات والانقسامات دي شفنا إنها كانت بتؤدي إلى تكتلات وتحالفات مختلفة عن بعضها فبالتالي بدأ يكون عندنا انقسام جوه صف الشعب الواحد وجوه الجند فبتبدأ تحصل حروب أهلية كتير بين كل فصيل والتاني وبسبب الحروب الأهلية دي الدولة تبدأ تضعف أكتر وأكتر وقتها بيكون الإصلاح للدولة صعب جدا ومستعصي جدا عند أي طرف من الأطراف وبشكل سريع شفنا في النص الثاني من فترة حكم الدولة البطلمية إنها بدأت تكون مطمع عند القوى الخارجية من أهم الدول اللي بدأت تطمع في حكم الدولة البطلمية كانت الدولة الناشئة الشابة روما اللي خلاص انتصرت في الحرب الهاني بالية سنة 202 قبل الميلاد وبعد الحرب دي أعلنت نفسها أنها أقوى قوة موجودة في حوض البحر المتوسط وبناء عليه فهي دلوقتي روما حاليا أقوى قوة موجودة في العالم القديم ونظرا لأن الفترة دي الأحداث بتاعتها كانت يعني سريعة ومتسرعة وأحداثها كانت مليانة بكتير جدا جدا من المؤامرات والشخصيات فمش وقته خالص أن احنا نبدأ نفصل في كل الأحداث لأن هنلاقي أن الأحداث اللي هنتكلم عنها مش هبيها كثير جدا بالأحداث اللي تكلمنا عنها قبل كده كل اللي انت هتغيره بس هيكون الأطراف اللي بتتصارع والمسميات بتوع الأطراف دي مفيش مانع عندنا أن احنا نبدأ نقول الكلام بشكل مجمل مش بشكل مفصل يعني مظاهر ضعف الدولة البطلمية بدأت تظهر عندنا وتبان عندنا بشكل واضح في فترة حكم بطليموس الخامس والوضع ما كانش بيهدى كان بيزداد سوءا لما وصلنا لسنة 180 قبل الميلاد السنة اللي مات فيها بطليموس ساب لينا بطليموس ابنين صغيرين في السن وبنت ودول كانوا من زوجته كليو باترا اللي هي بنت الملك السلوقي أكبر واحد فيه أبنائه لم يتعدى سن السابعة وبالتالي بما أنه هو الوريث الشرعي تم تنصيبه ملك على البلاد وبقى اسمه بطليموس السادس وبقى اسمه في التاريخ بيعرف باسم فيلوميتور بمعنى المحب لأمه والاسم ده كان له غرض سياسي بكل تأكيد لأن اللي أعلنت نفسها بأنها وصية على العرش كانت أمه كليو باترا الأولى بس برضو يعني في ظروف غامضة جدا ماتت كليو باترا الأولى قبل ما ابنها بطليموس السادس ينصب ملك وبيتولى أمر الوصاية على الملك الصغير ده اتنين من رجال القصر واحد منهم كان اسمه لينايوس والتاني اسمه يولايوس المهم إن بطليموس السادس كبر شوية وبقى في سن الزواج أم عمل بقى زي ما جدوده كانوا بيعملوا وتجوز أخته أخته اللي دلوقتي بقى اسمها في التاريخ كليو باترا الثانية وتم تتويجه ملك على الدولة البطلمية سنة 172 قبل الميلاد في الوقت ده هو كان لم يتجاوز أصلا الخمساشر سنة فضل الملك بتاعنا بطليموس السادس ملك مسلوب الإرادة حتى بعد ما تم تنصيبه على العرش موجه في جميع وكل القرارات بتاعته من الاتنين اللي سألك أساميهم بما إنها أسامي يونانية فمش هنوف عندها كتير في الوقت ده هم كانوا عاوزين بقى يبانوا في مظهر السياسيين الحقيقيين ويبدوا يكتبوا اسمهم في التاريخ قالك إيه المشكلة لو ضمينا سوريا الجنوبية من تاني هم كانوا بيفكروا في كده وبالفعل بدأوا يعملوا خطة علشان يحكموا بيها سوريا الجنوبية مين اللي كان بيحكم سوريا الجنوبية في الوقت ده كانت الدولة السلوقية بقيادة أنتيوخس الرابع الملك ده بقى مدهمش فرصة خالص وقام سنة 170 قبل الميلاد طبعا بدأ فكرة الزحف على الدولة البطلمية واستغلال الضعف الشديد اللي كانت فيها فزحف بسرعة على فلسطين ومن فلسطين ما استناش ودخل على مصر اللي كانت بتنهر قدامه دون أي مقاومة حتى إنه قدر يوصل لحد من في نفسها وما فيش أي قوة قومة الجيوش بتاعته وهي بتدخل وبيقال في الوقت ده إن المصريين نفسهم ما كانوش معترفين بالملك اللي موجود في الإسكندرية لإنه كان منفصل عنهم وقاموا بتتويج أنتيوخس الرابع فرعونا داخل مصر إنه بقى ابن الإله والكلام ده ده انقسام وضح هنا في صف الشعب المصري الشعب نفسه ما بقاش معترف بالبطالمة خلاص وبيولي أمور حكم البلاد مع عدل إسكندرية للدولة السلوقية في نفس التوقيت الداخل السكنداري بقى فيه العاصمة الوضع فيه ما كانش متزن على الإطلاق حصلت جواه مجموعة من المؤامرات كانت نتيجتها إن بطليموس السادس حاول إنه يهرب من الإسكندرية لكن أثناء هربوا وقع أسير في إيد القوات السلوقية وتم نقله على مدينة منف شعب الإسكندرية بقى ما كانش عاوز يسكت خالص على اللي بيحصل ده وقال لك لأ إحنا هنعمل ثورة نطيح بيها ونطهر بيها البلاط الملكي وأعلنوا بنفسهم إنه هم هياخدوا أخو بطليموس السادس الصغير لسه ويتوجوه ملك ملك ليه شرعية من الشعب وبدأت كمان المدينة تستعد في الدفاع عن نفسها ضد أي محاولة حتمية بكل تأكيد أمتي يخص كان عايز يعملها ضد الإسكندرية العاصمة لأنه خلاص لو أسقط العاصمة مش هيبقى فاضل حاجة تانية وهيبقى تولى حكم الدولة السلوقية وطبعا تولى حكم الدولة البطلمية لكن لأن في الأساس الدولة البطلمية والدولة السلوقية واحد مرجعيتهم في النهاية مرجعية يونانية فالمدن اليونانية واليونان نفسها ومقدونية على رأسهم تدخلوا كلهم لحل النزاع اللي بيحصل جوى مصر دلوقتي وأقنعوا أنت يخص إنه يعمل هدنة كده ويهد اللعب شوية ويسيب الدولة البطلمية في حالها وضمنوا وأكدوا بالفعل على انسحاب الدولة السلوقية والجيوش السلوقية من مصر لكنهم خرجوا من البلاد من هنا وسابوا الدولة مقسومة نصين الإسكندرية في ناحية بتدعم الأخ الأصغر لبطليموس السادس وبطليموس السادس الدولة السلوقية كانت بتدعمه من تحت لتحت علشان يكون هو الملك فبقى الشعب عندنا منقسم لكن برضو المدن اليونانية تدخلت علشان تضبط الدنيا كده بين الإسكندرية وبين مصر وخلوا شكل الحكم في مصر إن الاثنين هيحكموا بشكل مشترك علشان ما نزعلش أهلي الإسكندرية وعلشان ما نزعلش باقي أهل مصر الاثنين الإخوة هيحكموا مع بعض طبعا انت فاهم معايا إن ده وضع كفيل إنه هو يسقط الدولة بدون أي تدخل خارجي وبدون أي حروب لكن أنت يخسر رابع ما دهمش الفرصة تحس إنه كان لايد كده على حرب يعملها وخلاص سنة 168 قبل الميلاد بيداهم مصر مرة تانية وبينجح هنا إنه يحاصر مدينة الإسكندرية بعد ما قدر إنه يستولى على قبرص في البحر المتوسط وده كان تهديد بقى إيه واضح وصريح لكل الدول مين هنا بقى؟ اللي وقف لأنت يخسر رابع ما كانتش المدن اليونانية لأن هنا روما لم تقف مكتوفة الأيدي روما كانت على علم بكل حاجة بتحصل جوا الشرق وكانت عارفة إن لو دولة قدرت أن هي تظهر على حساب دولة تانية من الدول اليونانية فده هيكون تهديد لها هي ولسيادتها هي هي ما كانتش عاوزة ده يحصل روما كانت عاوزة الدول اليونانية دي تفضل تضرب في بعضها فبسرعة شديدة باعتهم مناديب على المعسكر السلوقي اللي هو دلوقتي بحاصر الإسكندالية علشان يقول لهم إن روما بتأمركم بالانسحاب والانسحاب دلوقتي يعني في الحال واللي يبين عندنا إن روما كانت لا تقبل النقاش في فكرة الانسحاب كان اللي عمله المندوب الروماني اللي راح عند القوات السلوقية أنت يخسر رابع كان بنفسه موجود في الحصار شوف بقى اللي حصل ده لإن ده في تهديد واضح وقوة واضحة دلوقتي بدأت تظهر على الساحة العالمية من تصرف المندوب بس دخل على خيمة الملك وخلاه واقف زي ما هو كده وقال له روما بتأمرك إنك تفك الحصار ده في الحال وبالسيف بتاعه رسم حوالين أنت يخسر رابع وهو واقف كده دايرة وقال له وأنا مستني الرد منك قبل ما تطلع من الدايرة دي أنت يخسر من ناحيته كان عارف إنه في الوقت ده ما يقدرش يكسر كلمة روما روما قوية جدا وأعلنت قوة واضحة وصريحة في الحروب اللي فاتت دي كلها فطبعا كان استفزاز روما حاجة هو مش عاوزها خالص فقرر الرضوخ لرغبة روما وانسحب من مصر لكن الحاجة اللي توضح لنا إنه كان خايف من روما جدا كانت انسحابه من قبرص كمان من غير ما روما تقول له أصلا إنه ينسحب من قبرص هو عمل كده من تلقاء نفسه بعد الانسحاب الساروقي مصر ماهديتش والوضع في مصر بدأ يكون أسوأ وأسوأ يا ترى إيه اللي حصل هذا اللي هنتكلم عليه و هنعرفه في الحلقة الجاية هنا طبعا نتأكد أنك عمل لايك ونشارك في القناة ونفعل التنبيهات عشان تجاه الحيطة الجاية والبول شكرا بكل تأكيد لكل الدعم دينا على بيتريوم وضع فنكاشو باي بلد عم يكونوا بيخان سامير في انتاكو سرعة المحتوى شكرا لكل بيانتسوا على القناة شكرا للناس اللي دعمتنا عن طريق شكرا للناس اللي بيتشار المحتوى في كل مكان وشوفك ان شاء الله في الحلقة الجاية السلام عليكم شكرا للمشاهدة